السلام عليكم أبناء طلب التخصصات المعمارية في كل مكان أهلا وسهلا بكم أسعد الله يومكم بكل خير إن شاء الله النهاردة معدنا مع حلقة جديدة ودرس جديد من دروسنا المعمارية مع مادة المساحة التخصص تخصص المعمارية الصف الثان طبعاً إحنا كنا نتكلمنا في الحلقة السابقة عن الجنزير والأدوات المساحية المستخدمة أو الأدوات والأجهزة المساحية المستخدمة في أعمال المساحة النهاردة بأمر الله بإذن الله نشتغل مع بعض في درس جديد وهو درس اسمه المساحات أو حساب المساحات طيب حساب المساحات من الإسم كده يعني هيبقى عندنا في مربع في أشكال مربعة في أشكال مستطيلة في أشكال مسلسة الشكل وممكن شابه منحرف والمسلس بأشكاله المتعددة طيب هي يا مصر وأنا محتاج إننا في أولى سنوي أو في تانية سنوي ولسه هدرس المساحات والمحيط طبعاً ليه؟ لأن طبعاً الأغلب والأعم مننا كطلبة بيبقى عارف نظرياً المساحات ما فيش مشكلة ودرسها وإنت درستها في الصفوف السابقة في إعدادي ولكن النهاردة إنت درستها بشكل نظري النهاردة وفي تخصصاتنا المعمارية بنعلمك إزاي تستخدم المساحات أو ما درسته من نظريات بليه تطبيقه بشكل عملي على أرض الواقع طب إزاي يا مصر؟ طبعاً إنت هتسألني طب إزاي هستخدم المحيط؟ إم تستخدم المحيط؟ واستخدمه في حساب إيه؟ وإم تستخدم المساحات؟ واستخدمها برضو في حساب إيه؟ هقولك وبشكل مبسط كده مختصر للدرس بتاعنا زي ما احنا تعودنا معاكم بنعمل لكم دايماً يعني شابه كده أجندة تدريبية تدريسية لليه اليوم اللي هيتم معانا النهاردة طيب أنا هستخدم المساحات دي في إيه؟ هقولك إن انت ممكن تكون معرض في الموقع أو في الشغل بإذن الله بعد ما تتخرج إنك إنت أو في حياتك اليومية حالياً وأنت طالب إنك إنت محتاج تقيس شغل بعد ما مهاول بيخلص الشغل أو قطعة أرض طب قطعة الأرض دي لو هي مربعة طب خلاص ما انت يا مستر حتقول لي مساحة قطعة الأرض المربعة الطول في العرض أو طول الضلع في نفسه تمام كنا؟ ده المربع طب لو هي مستطيلة بطول في العرض لو هي مسلسة نص القاعدة في الارتفاعات وكل داي احنا حفظينه بشكل إيه؟ نظري لكن النهاردة الجديد إيه بقى؟ الجديد إن أنا ممكن أكون وإنت بتشتغل في قطعة أرض أو أياس أو صناعة أو مقاول بيشتغل عندك وخلص الشغل ومحتاج أنك إنت تحاسبه ساعات أو قد بيقابلني حاجة فيها زي ما بنقول أو الاسم الدارج لها شطرة يعني الشكل ما مش منتظم الشكل أو ممكن ساعات ألاقي مثلا قطعة أرض مربعة داخلها أو جار تاني داخل علي أو واخد من القطعة جزء منها وليكن على شكل مستطيل أو شكل مربع هتعامل مع دي ازاي؟ وأقدر أحسب أو أخصم أخصم دي من دي ازاي؟ هو ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة كذلك ده طبعا في الشق اللي يخص المساحات أما فيها الشق اللي يخص المحيط فطبعا ده بيكون بشكل تاني هنبص مع بعض كده على الشريح بتاعتنا ونشوف جايب لنا إيه؟ النهاردة طبعا ده اسم الدرس بتاعنا حساب المساحات أفوا ده هناصر الدرس زي ما قولت النهاردة طبعا هنبدأ بالمربع والمستطيل وشب المنحرف ثلاث أشكال هندسية مساحية وحنشتغل فيهم في كل واحد منهم طبعا المربع هناخد منه المساحة والمحيط المستطيل هناخد منه المساحة والمستحيط المحيط شب المنحرف هنشتغل فيه برضو المساحة والمحيط هنتعلم ازاي نحسب المساحة بتاعته والمحيط بتاعه يبقى أنا عندي ثلاث أشكال هندسية مساحية طبعا كل منهم له طريقته في حسابه وله نظامه في الحسابات الخاصة بيه بشكل ايه؟ مساحي يبقى انا هتعلم ازاي اقدر ان انا اجيب المحيط لقطعة ارض ايا ما كان شكلها بقى ممكن تكون مسلسة مستطيلة النهاردة مربعة هشتغل عندي على ثلاث اشكال النهاردة ان شاء الله باذن الله اذا الوقت بتاعكم طبعا انه وقتكم بيعدوا بسرعة مع قناتنا الجميلة وبرنامجنا الجميلة اذا الوقت قضى وفاض معانا شوية ممكن احنا نشتغل بعد كده الاشكال المتعددة للمسلس ونشوف الحالات بتاعته كاملة في حساب المساحة والمحيط طيب هنبدأ النهاردة كده ونسمي ونبدأ مع بعض وان شاء الله اول درس او اول عنصر من عناصر الدرس بتاعنا النهاردة هيكون المربع وناخد الحالات ناخد الحالة العامة بتاعته او القانون العام بتاع المربع في حساب المساحة والمحيط ثم بعد كده ناخد الحالات اللي ممكن تقابلنا وانا بشتغل في الاشكال المتعددة للمربع نشوف مع بعض كده ونبدأ اولا المساح بيقول لي مساحة المربع اذا كان الف به جيم دي المربع تمام الف به جيم اهو ده شكل مربع طوله زي عرضه اذا كان الف به جيم دي المربع طول ضلعه يساوي الف به وليكن فيه الضلع الواحد منه اسمه الف به يساوي لام ومساحته ميم يبقى مساحة الشكل ميم وطول الضلع اللي هو الف به فيه في المربع ده احنا بنطلق عليه ايه لام فان ميم اللي هي المساحة بتساوي لام تربيع تمام كده يبقى مساحة المربع تساوي طول الضلع فيه نفسه نوضح دي مع بعض كده بالورقة والقلم ونمشي مع بعض خطوة خطوة كده ونشوف لو هو بيقول لي ايه بيقول لي لو انا عندي شكل مربع اهو فيه الف ب جيم ده ده شكل المربع وهو بيفترض ان المساحة هيطلق عليها المساحة بيسميها ميم هو مسميها ميم تمام وبيقول لي ان طول الضلع وليكن الف به بيساوي لام يبقى هو اطلق على طول الضلع اللي هو الف به لام والمساحة اختصرها في كلمة او في رمز ايه ميم طيب عايز يقول ايه عايز يقول ان ميم اللي هي المساحة بتساوي لام تربيع طب لام تربيع دي يعني لام في لام او المقصود بها بقى وانترجمه اللي هو الطول طول الضلع فييه في نفسه ليه لان الطول زي العرض كده تمام يبقى ثاني مساعة المربع تساوي طول الضلع في نفسه طب لما اجه افسرها بقى بقولوا انه هو لو انا عندي طول الضلع 0 bil بسميه لام جميل كده عشان يبقى فاهمين اللي مكتوب في الكتاب بجمع متع المدرسة لو طول الضلع 0 bil هنسميه لام والمساحة نسميها ميم يبقى المساحة اللي هي ميم تساوي لام تربيع ولام تربيع ده انا قلتلك اللي هي عبارة عن طول الضلع في ايه في نفسه اللي هو لام في لام او لو انت هتسميها بالرموز اللي مكتوبة على المربع بتاعي فانا اقول الف ب ده طول الضلع اهو في الف جي صح كده يبقى طول الضلع في ايه في نفسه خلاص او الف ب في الف ب هي هي لانه شكل ايه مربع يبقى انا كده عرفت يا شباب الشكل المربع بتاعي وده اول جزئية عندنا فيه دروس حساب المساحات الصف الثاني مساحة تخصصات المعمرية بأكد تاني اهو ان طول المساحة المربع عندي بتساوي طول الضلع في نفسه لو انا اطلقت على النقطة او الخطة او الضلع الف بي عشان وانت بتشتغل بعد كده فيه اعمال المساحية وغرست الشوكة وليكن فيه عند قطعة ارض مربعة وغرست الشوكة عشان المساحة واعمال القياس غرست الشوكة فيه نقطة الف وغرست الشوكة فيه نقطة ب يبقى طول الخطة الف بي بنطلق عليه لام طب المساحة بتاعت قطعة الارض بنطلق عليها ايه ميم طيب يبقى انا من ماجح سب ميم اللي هي المساحة في القانون بتاعي يبقى بقول ان ميم لقطعة الارض المربع تساوي لام تربية نرجع بعد كده ونشوف نروح لسلايت بتاعنا بيقول للمحيط يبقى انا كده حسبت اللي هي من شوية يا شباب المساحة وقلت المساحة بتساوي طول الضلع في ايه في نفس طيب محيط المربع بقى محيط المربع يساوي اربعة لام او اربعة فلام تاني بقى بيقول لي اي محيط المربع يساوي طول الضلع فاربعة ايه بقى قصة المحيط واحسبها ازاي نشوفها مع بعض والآن انا هستخدمها اصلا المحيط انا هستخدمه في ايه المحيط هي شباب دايما بيستخدم ليه حساب اطوال اضلاع الشكل تاني يبقى المحيط بيستخدم لحساب أطوال أضلاع الشكل ممكن بقى يختلف أنا قلت الشكل واسكت ليه لأنه ممكن يكون عند الشكل ده مربع ممكن يكون الشكل ده مستطيل أو ممكن يكون مسلس صح كده أو شبه منحرف يبقى ناسي بتاع مفتوح يبقى تاني المحيط بيستخدم لحساب أطوال أضلاع لإيه الشكل الهندسي أي مكان الشكل طيب هستخدمه أنا بقى في شغلي كعمل مساحة أو كمساح في إيه وإزاي لو أنا عندي أوضة هنفترض أن أنا عندي أوضة مربعة الشكل وإنت أو جيت عندك صناعي أو مقاول بيشتغل وليكن مثلا بينفذ أعمال البياض اللي إحنا بنسميها برة أعمال المحارة والأوضة دي مربعة الشكل وهو خلص المحارة بتاعت الحوائط طب أنا عايز أحاسب الرجل ده أو أحسب له الحوائط دي فبعمل إيه بقول أن الأوضة دي بما إنها مربعة فيبقى إيه طول الضلع فاربعة طول الضلع في إيه فاربعة ليه لأن المربع أطوال أضلع متساوية هم الأربعة إيه متساويين يبقى نتشوفها كده لو أنا شفتها على الرسمة عندي كده على نفس النموذج اللي كنا شغلين عليه لو أنا عندي الشكل المربع بتاعنا أهو وهقول إن دي خمسة متر طول الضلع ده خمسة متر أوضة طول مربعة الشكل طول الضلع فيها خمسة متر خمسة متر لما أجحسب المحيط بتاعها فأنا هقول محيط محيط الغرفة دي الموضحة ده بتساوي خمسة فاربعة تساوي كم عشرين ليه يا مستر؟ لأن المربع معروف إن أطوال أضلعوا إيه متساوية وطول الضلع عندي كم خمسة يبقى أنا لو جيت فكيت الشكل ده القضة دي لأضلع هيطلع عندي كم واحد واحد اتنين تلاتة اربعة اللي هي جدران الغرفة اللي تكلمت عليها يبقى أنا جبت كده الطول زي بالزبط الأياس بتاعي لما بيجي ونوضحها كده مع بعض إما بيجي الأياس لو أنت شفت الراجل الأياس اللي هو بيشتغل في الشغل البلدي العادي بيعمل إيه لما يقيس قوضة عشان يقيس الحوائط بتاعتها الطول بتاعتها بيعمل إيه؟ بيفرد الشريط عنده نقطة الصف وبيبدأ من أول ركن في الغرف كويس؟ وبعد كده بيلف الشريط بتاعه كله وبيرجع لحد نقطة إيه؟ البداية اللي هو الصفر تاني تمام كده؟ بعدين بيبصوا في القراية بيشوفوا هو وصل آخر كام يعني آخر قراية في الشريط كام؟ طيب بنفس المنطق بقى وبنفس السؤال لو أنا عايز أقول لك أنا ممكن أجيب لك سؤال إحنا طبعا نتعودنا أو عارفنا من النموذج اللي فات في امتحانات شهر مارس إن الشغلة هيكون عندي ايه؟ امتحانات بشكل ايه؟ موضوعي تمام؟ أكمل غرفة مربعة الشكل تمام كده؟ طول الضلع فيها خمسة متر أو أربعة متر المطلوب حساب محيط لإيه؟ حوائط الغرفة يبقى أنا أقول طول الضلع في كام؟ فاربعة طول الضلع عندي في الغرفة أربعة متر زي ما قلت في النموذج يبقى أربعة فاربعة بستاشر متر يبقى أنا عندي ستاشر متر حواء طب تعال بقى نشوفها بالشكل العملي اللي الرجل الأياسي العادي الرجل الأياسي العادي ده هو هيحط بداية الشريط أو الصفر بتاع الشريط في ركن من أركان الغرفة بعد كده هيلف بالشريط ويرجع لنفس الركن لما يجي يفرد بقى الشريط ويبص عليه في الغرفة اللي هي طول الضلعها أربعة متر هيقرأ كام؟ كام؟ ستاشر إذا كان طول الضلع كام؟ أربعة هي بنفس المنطق ولكن هو بينفزها من خلال الخبرة العملية من واقع العمل لكن احنا طبعا بندرسها هندسيا عشان ما ينفعش تكون الراجل خريج التخصصات المعمرية والدبلومات الفنية وفي الآخر هتمسك الشريط وتجيب لما تيجي تحسب حوائط تلف الشريط من نقطة الصفر وترجع لنقطة البداية تاني ولكن تقدر تحسبها بشكل ايه؟ هندسي طبعا ده مش هيتم ماشي معنا في الدروس بتاعتنا على قناتنا التعليمية وبرنامجنا في بيتنا مدرسة فلازم تتابعنا خطوة بخطوة طيب ده المرحلة الاولانية وكانت حساب محيط المربع نشوف مع بعض كده تمرين هنا بيقول ايه؟ قطعة ارض مربعة الشكل تمام كده؟ طول الضلع سبعة متر يبقى طول ضلع القطعة الموضحة قدامي دي كام؟ سبعة متر اهو سبعة في سبعة كويس؟ بيقول ايه مربعة الشكل طول ضلعها سبعة متر احسب مساحة سطحها ومحيطها طيب لو انت بقى مركز وقاعد معايا من بداية الحلقة تمام كده وانتبع معايا هتقدر تعرف ان قطعة الارض دي بنفس النموذج اللي انا شرحته من شوية وقلت ان قطعة ارض كام؟ طول ضلعها كام؟ خمسة على النموذج بتاعنا وفي النموذج العملي قلت اربعة طب ايه اللي هيختلف عندي؟ ما فيش اي اختلاف طب قطعة ارض مربعة الشكل في المسال اللي انا قلت عليه طول ضلعها سبعة متر يبقى مساحيتها كام؟ هعمل ايه؟ هضرب طول الضلعي في نفسه يبقى سبعة في سبعة بتسعة واربعين متر ايه؟ مربع وما تنساش المربع طب اكتب المربع ازاي يا مستر والمكعب ازاي؟ نبص مع بعض كده على الرسم بتاعنا اهو انا كده لما اجي احسب دي اقول كده اهو قطعة الارض اللي هي سبعة في سبعة يبقى سبعة في سبعة تساوي كام؟ تسعة واربعين متر وما تنساش مربع دي كده يعني مربع هو فيه فرق؟ اه لان لما اجي اكتب مكعب والمكعب مش عندك النهاردة لان انت بتحسب حسابات لما تحسب حجوم حجم يعني شكل هتكتب ميم ميم تكعيب يبقى دي كده اسمها ميم ايه؟ المتر مكعب لكن دي اسمها متر ايه؟ مربع ما تنساش التمييز بتاعك يبقى انا لو هكتب قوانين فبقول مساحة الشكل او قطعة الارض تساوي طول الضلع في نفسه ليه؟ بما ان الشكل ايه؟ مربع اذا المساحة بتساوي طول الضلع اللي هو سبعة في سبعة ساوي تسعة واربعين متر ايه مربع طيب ده كان بالنسبة للايه؟ للمساحة طيب لما اجي حسب المحيط يبقى محيط المربع يساوي ده طبعا القانون يساوي اربعة في لام اربعة لا او طول الضلع في اربعة تمام كده؟ لما انا قلتلك اللي هو المقصود بيه في البداية خالص بداية الحلقة اللي هو طول اللي ايه؟ طول الضلع يبقى محيط المربع يساوي اربعة في سبعة اللي هو طول الضلع الواحد تمام كده؟ اربعة في سبعة يساوي تمانية وعشرين متر اهو طول طيب مع بعض بقى عايز افرق اينا ما بين حاجتين لما كنت بتكلم في مساحة لو انت لاحظت كده وانا بشرح على الورق انا قلت ميم عليها اتنين متر مربع لان انا بتكلم عبارة عن ايه؟ بحسب ايه؟ يا شباب بحسب مساحة لكن انا دلوقتي في المحيط بحسب ايه؟ اطول وانا قلتلك من شوية ان المقصود بالمحيط هو مجموع اطول الايه؟ الشكل الهندسي اللي قدامي يبقى مكتبش ميم ايه؟ تربيع لان ده حيكون بالمتر الطولي كده تمام؟ دي اول معلومة في المربع بتاعنا وحساب محيط المربع يبقى انا طلعت من المثال ده بايه؟ طلعت من المثال ده ان انا عرفت لو انا عندي غرفة طولها طول الضلع فيها هي مربعة الشكل وطول الضلع فيها سبعة متر يبقى انا منحسب محيطها هقول سبعة فاربعة اربعة فسبعة بتمانية وعشرين متر ايه؟ طولي بس خلي بالك انت هنا حسبت اطوار طب لما اجي بقى عشان اكمل الامطار بتاعتي او حسب الراجل الصناعي او المقاول اللي عندي وده شق تاني خارج عن الدرس بتاعنا النهاردة ولكن لازم ننوه له عشان انت هتعوزوا بعد كده في مادة التخطيط ايه هو بقى؟ انك انت كده حسب المحيط بتاع الغرفة دي مجموع اطوال اضلع الغرفة دي طيب بعد كده هم ضربوا في الارتفاع يبقى انا جبت طول الحوائط كأن انا بالضبط ان الغرفة دي اربع اضلعوا فكتهم وبقوا بشكل واحد منتظم قط واحد مستطيل عندي يبقى انا كده عرفت طولهم طب ارتفاعهم او حسب الارتفاع بتاعهم يبقى المحيط في الارتفاع هيديني مساحة الايه؟ مساحة الحوائط وعندي كام متر ايه؟ بياض واقدر احسب المقاول بتاعي وكون فاهم هندسيا وحسبيا انا جبتها ازاي؟ طيب نشوف مثال تاني هنا الحل طبعا هو كان الحل مساحة سطح المربع تساوي طول الضلع في نفسه سبعة في سبعة تساوي تسعة واربعين متر مربع ويقولنا دي خلاص محيط المربع يساوي طول الضلع في اربعة وحسبناها ده مثال تاني عشان يكون فيه حاجة او جزء تاني ما هو اكيد لازم يكون فيه نقطة صعوبة عشان الطالب المتميز لازم يفرق معنا ويكون عارف ايه الفرق ما بين قطعة قطعة ارض شكلها يعني سيمبل في حساباتها طول في ارض كمساحة ومحيطها مجموعة اطوال اضلاعها لا انا لازم احط لك جزئية كده تكون تفرق او نقطة تفرقها ما بين الطالب المتميز والطالب العادي فلازم تاخد بالك من الامثلة بتاعتنا واتبعنا فبيقول ليه قطعة ارض مربعة الشكل مساحتها 81 متر مربع احسب طول ضلعها ومحيطها اه بص بقى مع بعض كده خلي بالك بقى في الامثلة اللي فاتت كانت الاسئلة مباشرة ليه لان انا جايب لك طول قطعة الارض وعرضها مطلوب منك انك انت تحسب مساحتها ومحيطها لكن في المثال بتاعنا دلوقت انا جايب لك اصلا المساحة طب انت عايز يا مستر فما تجيبت المساحة اللي هي اساس الدرس بتاعنا النهاردة اقول لك لا ده بقى اللي هيفرقك ككونك طالب بتتابع البرنامج بتاعنا وبتتابع الدروس بتاعتنا وطالب ما بيتابعش ليه بقى لان الطالب اللي ما بيتابعش هياخد القشور والدرس من القشور بتاعته تمام كده او من الباب بتاع اللي هو حساب المساحة والمحيط ولكن من يتعمق معنا في الدروس بتاعتنا هيعرف اننا ممكن في امثلة او درس من الدروس او في مثال من الامثلة بتاعتنا وسؤال من الاسئلة اجيب لك المساحة واطلب منك حساب الايه المحيط ومش بس المحيط واطلب منك كمان انك انت تجيب لي او تحسب لي طول الضلع الايه الواحي تمام كده طيب نشوفها مع بعض كده بالورقة ولام هنا بيقول لي ايه في المثال بتاعنا المثال بتاعنا اهو بيقول ان قطعة الارض مساحتها واحد وتمانين متر هو الراجل مديني مساحتها كام واحد وتمانين متر هو عايز يعرف طول الضلع الواحد خلاص انا عندي قطعة ارض معروف مساحتها واحد وتمانين متر محتاج ان انا اعرف طول الضلع فيها كام خلاص طيب اعمل ايه يبقى انا بقول كده اهو بقول ان المساحة اللي هي ميم صح بتساوي لام تربية طب لام تربية ده ميم الاول ميم معروفة اللي هي واحد وثمانين متر طب ولام تربيع مجهولة معرفاش اذا لام اهو تربيع تساوي الجزر او لام بس بقى لام تساوي الجزر التربيع المين للواحد وثمانين صح كده يبقى طول الضلع طول الضلع ما انا عرفت ان القطع المربعة عبارة عن الطول في الايه طول الضلع في نفسه صح كده طب لما اديك المساحة اصلا بتاعتها يبقى انا عايز ارجع لطول الضلع طب اجيب طول الضلع ازاي اعمل الجزر التربيعي للايه للمساحة اللي موجودة عندي اذا لام هتساوي كام تسعة متر يبقى انا عرفت ان طول القطع الواحدة صح كده طول الضلع طول الضلع في القطع اللي مساحتها واحد وثمانين متر بتساوي كام يساوي تسعة متر كده انا جبت طول الايه يا شباب حسبت طول الضلع بس تاني واناكد على الجزئية دي ونوضح انا لما يبقى عندي قطعة ارض مديني مساحتها ومحتاج طول الضلع بتاعها اعمل ايه يا مستر اعمل ايه الجزر التربيعي للمساح تمام كده او نجيب ضرب على العلامة الجزر التربيعي على الالحاسبة بتاعتي اعمل جزر تربيعي للمساحة بتاعت عشان ايه عشان اقدر اوصل لطول الضلع الواحد في المربع بتاعه خلي بالك ان السؤال ده بشقين شق الاولان ان هو عايز يعرف طول الضلع بس فانت جبته من المساحة وعملت علامة الايه الجزر التربيعي للمساحة بتاعته طيب عايزين يكون اكثر وضوحا في اللي جاي طب اللي جاي ايه بيقول لي احسب محيط قطعة الارض دي اللي مساحتها كان واحد وتمانين وما كانش مديني او معرفني طول الضلع بتاعها طب انا هنا جبت طول الضلع كاما شباب تسعة متر خلي بالك بقى محيط الشكل وده مربع صح كده يبقى طول الضلع في كام فاربعة صح كده انت جبت الشكل بكام طول الضلع كام تسعة يبقى اربعة في تسعة بستة وتلاتين متر تشوفوا مع بعض كده ونحسب بقى بالورا ولا لا بص كده يبقى انا بقول كده اهو محيط اهو محيط الشكل او قطعة الارض يساوي طول الضلع فاربعة طب طول الضلع انت جبته كان كام اهو يبقى محيط الشكل يساوي تسعة في اربعة يساوي ستة وتلاتين متر من غير تربيع لانه زي ما قلتلك المحيط عبارة عن مجموع اطول اطلاع الايه الشكل الهندسي بتاعك كده تمام يا شباب يبقى انا كده في المربع اخدت او تعلمت حالتين الحالة الاولانية ان انا ادي لك قطعة ارض مربعة الشكل وديك طول الضلع بتاعها وطول الضلع بتاعها واطلب منك انك انت تحسب لي المساحة والمحيط طب ده الجزء الاولان خلي بالك عشان انا قلتلك ممكن اجيبلك في صح وغلط او اكمل وحنمشي مع بعض كده جزئية جزئية ونعمل سؤال زي متعودنا مع بعض على كل جزئية نخلصها طب ممكن تجيلي جزئية يعني سؤال في الجزئية دي ازاي مستر في صح وغلط ضع علامة صح وعلامة خطأ امام العبارة الايه الصحيحة او العبارة الايه الخاطئة فانا السؤال بيقول لي قطعة ارض مربعة الشكل طول ضلعها ستة متر طول ضلعها كام ستة متر خلاص محيطة يكون محيطة خمسة وعشرين متر صح ولا غلط سامعك بقى صح ولا غلط اللي جابه كده هتكون خطأ طب خطأ ليه لان انا تعلمت من شوية وعرفت ان طول الضلع في اربعة لما يكون الشكل مربع بما ان طول الضلع عند اربعة في ستة بكام اربعة في ستة باربعة وعشرين متر ايه طول كده تمام يا شباب يبدأ الجزئية الاولانية طب الجزئية التانية الشكل التاني اللي انا تعلمته او خدته دلوقتي فيه المربع وفي النمع بعض اللي هو ممكن اكون انا مديلك المساحة جايبلك المساحة ومحتاج ان انا اعرف منك طول الضلع في قطعة الارض المربعة الشكل وكذلك تحسيب لي منها برضو المحيط صح كده يا شباب بنا كده عرفت الجزئيتين وخدت كمان جزئية او سؤال على الجزئية بتاعت طب نشوف بقى حاجة اكثر تعقيدا شوي لما يكون عندي قطعة ارض مربعة الشكل وداخلها قطعة ارض تانية مربعة الشكل او جار داخل بجزء عندي او قطعة بتاعته مشترك عندي بجزء مربع داخل القطعة بتاعته طب انا احسبها ازاي شوفها مع بعض كده بالورا ولا لا يعني عشان بكون خدنا او درسنا كل الحالات بتاعتنا ما يبقى عندي قطعة ارض مربعة الشكل كده دي ارضي اه الارض دي ملكي انا تمام طولها وليكن مثلا هنقول اي طول مثلا وليكن مثلا اه هنخليها خمسة في خمسة حاجة سهلة خمسة في خمسة عندي قطعة ارضي بتاعت جاري داخل عندي او هو شريك معايا مشترك معايا هي كبيرة ولكن هو مشترك معايا في جزء وليكن الجزء ده ده بيخص مين بيخص الجار بتاع وليكن مثلا اتنين متر في اتنين متر طب في الحالة ده اعمل ايه بجزء ساحلي كده ويعني بشكل مبسط كده يبقى انا هنا يا شباب محتاج سامعك بتقول لي هنطرح يا مستر ايوة فعلا هنطرح بس نطرح ايه من ايه هنطرح المربع الصغير ده وليكن الف هنطرحه من مساحة المربع به تمام كده يبقى مساحة المربع الف هتساوي اتنين في اتنين يساوي اربعة متر مربع تمام كده مساحة المربع به يساوي خمسة اهو في خمسة يساوي خمسة وعشرين متر مربع تمام كده طب انا عايز افصل بقى الجارين دول من بعض عشان اعرف القطعة بتاعت دي فيها كم متر من غير قطعة الجار تمام كده قطعة ارض بتاعت الجار يبقى هعمل ايه اول اذا صافي المساحة يساوي مساحة الف ناقص مساحة به تمام كده يبقى هل تساوي تاني مساحة الف كام اهو خمسة وعشرين متر هنقص منها كام اربعة يساوي واحد وعشرين متر مربع يبقى انا عرفت ان المساحة دي كام واحد وعشرين متر مربع كده تمام يا شباب يبقى انا كده درست عندي تلات حالات في المربع والحسابات بتاعتي وعرفت ازاي ان اقدر احسب الطول والمحيط والمساحة لقطعة ارض مربعة الشكل واخدت او تعلمت مع بعض اشتغلنا مع بعض الحالات الكاملة بتاعة المربع الشكل المربع بعد كده ننتقل للشريحة السانية ونشوف اهو ده كان الحل طبعا بتاعنا بتاع المسال السابق ونشوف المستطيل واحنا طبعا هناخد زي ما اتفقنا هنشتغل مع بعض في الثلاث اشكال اللي هو المربع والمستطيل والمسلس وشبل منحرف واذا وقتنا يعني كمل معنا هناخد ونشتغل جميع الحالات بتاعة المسلس طيب نشوف مع بعض كده المستطيل بيقول لي مساحة المستطيل ومديني شكل قدامي اهو المستطيل ده بعده او اسماءه موض بتاعته الف ب جيم دال اذا كان الف ب جيم دال مستطيل بعده خلي بالك بقى البعدين بتاعه هنا اختلف ليه اختلف مصر فبيقول لي بعده الف ب يساوي سين يعني طول الضلع الف ب يساوي سين اما الضلع الف دال يساوي ساد بيسمي ساد ومساحته بتساوي ميم طيب ايه المطلوب اذا ميم اللي هي المساحة هتساوي سين في ساد اي ان مساحة المستطيل تساوي حاصل ضرب بعدية نوضحها مع بعض كده شباب ونقو يبقى انا هو عايز يقول ان انا لو عندي قطعة ارض مستطيلة الشكل طبعا هيكون طول الضلع الطول بتاعي مختلف عن العرض بتاعي لانه مستطيل يعني في طول طويل وفي عرض قصير صح كده او طول وارتفاع او عرض وارتفاع يبقى اذا عندي ضلعين كل ضلع منهم ما هو مواش قد الايه او ما هوش قد التان طب هعمل ايه عشان احسبه فبقول ان المستطيل يساوي الطول في الايه في العرض ولكن بالقانون بتاعه هو بيفرض او بيقول ايه او هو عايز ينوضح النقطة اللي فاتي دي بيقول ان انا لو عندي قطعة ارض مستطيلة الشكل بعدها اللي هو الطول وعرض واحد اسمه الف ب والتاني اسمه الف تال طيب الف ب هو اطلق عليه او سمه سين والف دال اطلق عليه او سمه صاد اذا طول او مساحة قطعة الارض المستطيلة الشكل اللي هي ميم ميم بتساوي ما احنا اتفقنا خلاص ان ميم او الرمز بتاعنا ميم ده المقصود به اللي هو المساحة يبقى ميم بتساوي الطول في الايه العرض كده تمام يا شباب نبص مع بعض ونشوف نموذج على الاسلايات بتاعنا كمسال بيقول لي ده جزء التاني المحيط يبقى انا عرفت المساحة خلاص محيط المستطيل يساوي اتنين افتح قوس سين زا اتصاب اي ان محيط المستطيل يساوي اتنين في مجموع بعديه يعني يا شباب يعني وهستخدمها في ايه بقى محيط المستطيل ده عشان هتقابلك كتير جدا في حياتك العملية واليومية وفي الدروس بتاعتك يبقى هنا بيقصد لما اجحسب محيط معنا اتفقت خلاص انه محيطه الشكل تاني وبأكد عبارة عن مجموعة اطوال اضلع الشكل الهندسي بتاع طب لو هو مستطيل لو الشكل عنده مستطيل هيبقى يا مستر يبقى الطول زائد العرض في اتنين او اتنين وافتح قوس وحط جوه سين زا اصاب اللي هو الطول زائد العرض طب انا هستخدمها في ايه مستر وحسيبها ازاي في الشغل بتاعي وحياتي اليومية طب انا عندي غرفة وليكن الغرفة دي مستطيلة الشك عندي قوضة في الشقة بتاعتي او في الشغل ومحتاج اننا بعد ما الراجل خلص والشغل التاع والمقاول او الصناعي محتاج ان انا حسبه بكس الغرفة دي مهيش مربعة الشك الغرفة دي مستطيل طب انا هحسب الحوائط بتاعتها ازاي فبقول لو انا هحسب المساحة خلاص انا عرفت ان المساحة تساوي الطول في العرض خلاص مفيش مشاك طب لما حسب الحوائط بها هحتاج هنا ألجأ لقانون المحيط اللي هو محيط المستطيل محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في اتنين ليه الطول زائد العرض في اتنين الطول عشان انا عندي ضلع طويل والعرض ضلع تاني هجمعهم الاتنين واضربوا في اتنين ليه لان كل ضلع من دول هيقابله او هيكون مقابل له ضلع تاني نشوفها مع بعض بالورقة والقلم اهو زي ما تعودنا مع بعض نشوف كده نشتغل انا عندي قطعة ارض مستطيلة الشكل اهي زي ما حنشوف في التمرين بتاعتنا كمان شوي وليكن مثلا طول الضلع ده ستة متر وهنا طول الضلع ده وليكن مثلا اتنين متر لما اجيحسب المساحة دي المساحة خلاص انا اتفعت على اللي هي ايه مية يبقى لو هكتب القانون بقول مساحة مساحة المستطيل اهو تساوي الطول في العرض او حاصل ضرب طول ضلعيه يبقى واسهل اول الطول في العرض طيب بعد كده محيط المستطيل اهو مع بعض كده عشان لو تكتبه ورايا ونكتب مع بعض ونكتب كل معلومة بنقولها محيط المستطيل بيساوي اتنين وافتح قوس الطول زائد العرض واسهل ممكن اقول يساوي الطول زائد العرض في اتنين كده تمام تكون اسهل الاسهل لك احفظه واشتغل به مش عايزك برضو تكون حافظ انا عايزك تكون فاهم طب وقطعة الارض ده اللي قدامي دي لما يكون طولها ستة متر وعرضها اتنين متر اجيب او احسب المساحة بتاعتها ازاي فاقول المساحة مساحة قطعة الارض دي مين تساوي زي ما اتفقنا من شوية قلت الطول في في العرض يبقى ستة في اتنين يساوي اتناشر متر خلي بالك اتناشر متر وسكت كده تبقى الاجابة عندي ايه نقصة ليه انا محتاج احط التمييز بتاعي يبقى اتناشر متر ايه مربع ده لو انا بتكلم على مساحة طب لو بتكلم عن المحيط لقطعة الارض دي يبقى بقول كده محيط الارض او الشكل اللي قدامي ده يساوي الطول زائد العرض في اتنين الطول زائد العرض في كام في اتنين طيب يساوي طولها كام طولها ست زائد العرض كام اتنين اهو موقفل القص مضروب في اتنين ليه ليه قلت في اتنين قلتلك لان انا عندي ده طول اه ده ضلع الطول زائد العرض في اتنين ليه عشان فيه ضلع اهو وفيه ضلع اهو يبقى انا لو جيت احسب الغرفة دي عندك حوائط في البيت هتقول طول القوضة دي او الغرفة دي زائد عرضها واضربه في اتنين عشان فيه حائط مقابل اهو وحائط مقابل اهو طيب يبقى نرجع تاني نكمل المثال بتاعنا يبقى الطول زائد العرض في اتنين اتنين زائد ستة يساوي تمانية في اتنين يساوي ستاشر متر ويوعى في المحيط تحط لي علامة التربيع لان ده بالمتر اللي ايه الطول تاني يا شباب كده نأكد مع بعض ونختصر الجزية اللي احنا قلناها انا في الجزية دي تكلمت عن ايه تكلمت عن مساحة المستطيل وهنشوف مع بعض تمارين وحالات اكتر على الاسلايد بتاعنا قلت اني عندي في المساحة المستطيل الطول في العرض كويس طيب لما اجحسب المحيط بتاعي بتاع المستطيل بقول بجمع الطول زائد العرض واضربهم في اتنين طيب ليه في اتنين عشان لو انا هي دي غرفة يبقى انا عندي ضلع مقابل للطول وضلع مقابل للعرض كده تمام يا شباب نروح مع بعض كده ونكمل في الاسلايد بتاعنا ونشوف الشرايح جاي بالنا ايه نشوف كده الامثلة بتاعتنا هو التمارين هنا بيقول لي مثال رقم واحد قطعة ارض مستطيلة الشكل بعدها خمسة في تمانية متر خلي بالك بقى ان قطعة الارض دي طولها تمانية متر وعرضها كاما شباب خمسة طيب سمعك كده طالب متميز بيقول لي يا مصر هنضرب الخمسة في تمانية باربعين يبقى ده المساح جميل جدا طبعا ده طالب اللي هو حضر معايا من البداية طيب بعد كده بيقول لي احسب مساحة سطحها ومحيطها يبقى هنا السؤال ده مركب عايز المساحة والمحيط لقطعة الارض الموضحة بالشكل اللي هي بينها قدامي دي اهو حدودها ده الطول اهو وده العرض بتاعي يبقى انا عرفت العرض كده وده الطول بتاعي اضرب في المساحة اقول الطول في العرض كده جميل طيب نشوف مع بعض كده الحل حل بيقول لي مساحة سطح المستطيل يساوي حاصل ضرب الخمسة فيه تمانية ساوي اربعين متر مربع وخلي بالك اللي انا قلته من شوية اهو نوة حتى عندي ايه علامة الميم وعليها التربيع بتاعي ده التمييز بتاعنا يا شباب عشان نكون عارفينه يبقى خمسة في تمانية ساوي اربعين متر مربع بعد كده محيط المستطيل يساوي زي ما قلتلك من شوية في القانون بتاعنا اتنين في مجموع بعدية او الطول زاد العرض يبقى اتنين في افتح قص واجمع الطول زاد العرض نشوف مع بعض كده اهو يساوي اتنين ليه لان انا قلت خلاص هيبقى عندي ضلع طول تاني وضلع عرض صح يبقى الطول اهو اتنين فيه الطول زاد العرض خمسة زاد تمانية ده البعدية بتاعه فبيقولي تاني اتنين فيه جمع الخمسة مع التمانية يساوي تلتاشر ضربنا كده الاتنين فيه تلتاشر بستة وعشرين متر يبقى انا عرفت كده ان المحيط بتاعه لو لاحظت حاجة ان ستة وعشرين متر ايه طولي ما كتبتش هنا ستة وعشرين متر ايه سطح تمام كده عشان ما فيش انا عندي مساح طيب نشوف بعد كده المسال التاني اه نبص بقى عشان ده هيكون في صميم عملنا ايه هو بقى اللي هو التخصصات المعمرية فبيقولي هنا ايه مساحة الشكل الموضح عبارة عن او الشكل الموضح عبارة عن حائط على شكل مستطيع به فتحة باب على شكل مستطيع المطلوب حساب مساحة سطح هذا الحائط بدون فتحة الباب ايه المقصود بقى هنا بيقول يا شباب عنده او انت ممكن تقابلك لان ده من التمارين اليومية والعملية اللي ممكن تقابلك فيه الشغل زي ما انا قلت من شوي حضرتك جبت الراجل مقاول او صناعي شغال عندك بيشتغل فيه اعمال البياض او الدهنات او مشابه اي انت كان الشغل ما ينفعش ان انا ابقواف وما اقدرش ان انا حاسبه وانت خريك زي ما قلت تخصصات معمارية طب حاسبه ازاي او اقدر ايسته ده او امطر ازاي بالشغل او بالاسم او اللغة الدرجة بتاعتنا برا في الشغل امطر له الشغل ده ازاي بيقول لي ان الحائط بتاعي ده او خمسة في تماني طوله وليكن تمانية متر وارتفاعه كام خمسة متر جوه الشكل ده او جوه الحائط ده فيه عندي فتحة باب وليكن طيب الراجل خلص الشغل بتاعه هو خلص خلاص البياض او الديهنات بتاعك وخلاص عايز يتحاسب لو انت قلت له تعالى انا هحسب لك الشغل وانت حاسب خمسة في تمانية خمسة في تمانية بسهوة 40 متر تمام كده وقلت له طبعا المتر بكام المتر بعشرة يبقى العشرة في تمانية بتمانين جنيه وتفضل حسابك والمقاول كده خلاص اخد فلوس ايه اللي هيحصل عندك كده هيحصل عندك عجز او هيبقى حصل عندك مشكلة ليه لان فيه عندي المفروض فيه فتحة باب المفروض بتنزل في الجدول لو حد فاكر وحنا قلنا قبل كده في الجزء الاولاني في مادة التخطيط انك انت عندك بند من ضمن البنود اسمه ايه خصم ايوا سمعك خصم او تنزيلات طيب التنزيلات ده ليه عبارة عن ايه عبارة عن فتحة باب او فتحة شباك الراجل او الصناعي واثناء هو بيعمل عملية البياض او عملية الدهام هو ما موحرهاش او مدهنهاش وبالتالي هي هتنزل او تتخصم من مساحة الايه الشكل بتاعي اللي هو المستطيع كلا تماما شباب يبقى دي اول جزئية في الاستخدام بتاعنا اللي انا قلتلك هتستخدمها في مجالنا المعماري او في عملك كما السياح في الشغل بتاعك لكن انت تكون عارف ان الشكل بتاعك ما بتحسبش سودة زي ما بيقوله او شكل سادة مقفول بتاعي لا انا ممكن يقابلني شباك او يقابلني فتحة باب وبنان عليه انا محتاج ان انا اخصمها من الشكل بتاعي بشوف مع بعض على الصائد بتاعنا هنا بيقول لي ايه بيقول لي اهو خلاص ان ده المثال ولكن على الشكل بتاعنا لو لاحظت طول الضلع ده او خمسة متر عند حائط هور اتفاعه كام خمسة متر وعرضه تلاتة متر الحائط ده او الوجهة البيت ده ايه فيها فتحة باب وانا عملتها لك ايه عرضها او هنقول طولها بقى ياسف طول فتحة الباب دي واحد متر تمام ارتفاعها وليكن اتنين خلاص كده يبقى انا عرفت ان عرض الفتحة واحد متر او طولها واحد متر وارتفاعها كام مترين الراجل او لو عدتنا لو لاحظت عاملك ده بلون وده بلون تان ايه الغرض ان انا بعمللك كده عشان اعرفك ان الجزء ده هيتخصن من الجزء ده الراجل عمل عملية دهن للحقت اللي قدامي ده او او عملية بياض بما اننا بنتكلم فيه تخصتنا المعمرية خلاص عمل عملية بياض او محارع للجزء ده او اللي هو ظاهر عندي باللون ده او الجزء اللي هبيض ده فتحة باب طب هل هو يا شباب هو محر الجزء ده او دهنه او بيضه لا يبقى ايزا الجزء ده لازم يتخصن منه عشان ما يتحسيبش عليها بالايه بتكلفة اعلى طب نشوف الحل بيقول لي مساحة سطح الحققت الكلية اللي هي المساحة الكلية 5 في 3 تمام كده لان طبعا الشكل التاعي مستطيع يبقى الطول فيه العرض 5 في 3 هيساوي كام 15 متر مربع ماشي بعد كده هيقول لي مساحة سطح الباب اللي هو اللي انا هخصبه بقى او هينزل او بنسميه في البند بتاعنا تنزيلات في مادة التخطيط يساوي 1 في 2 تمام اللي هو الطول فيه الارتفاع يساوي 2 متر مربع يبقى أنا كده جبت المساحة الكلية للحائط كان 15 متر مربع عايز أعمل عملية التخصيم أو التنزيلات منه فأخصم منه فتحة الباب أجيب طولها فيه ارتفاعها أهو، وطلع عندي ب2 متر مربع إذن مساحة السطح خلي بالك بيدون فتحة الحائط تساوي مساحة سطح الحائط الكلية ناقص مساحة سطح فتحة الباب طيب، نشوف مع بعض كده التمرين ده يا شباب بيئة الورقة والألم ونوضحه مع بعض. كده اهو. هنا لو انا هشرح بالورقة والقلم. عندي حائط او انت عندك في البيت حائط اهو. وليكن مثلا كده. ارتفاعه. ارتفاع الحائط ده ستة متر. وعرض الحائط ده. وليكن اربعة متر. الحائط ده عبارة عن ايه? شكل ايه? مستطيل. تمام كده? مستطيل الشكل. ليه? لانه طوله مزاي عرضه. او طوله مزاي ارتفاعه. الفتحة او الوجهة اللي قدامي دي. فيها فتحة باب ارتفاعها اتنين متر. وطولها واحد متر. طيب انا عايز اخصم دي او انزل فتحة الباب دي من المساحة دي. او بالمعنى ادقة انا عايز احسب المساحة دي كام متر. اللي ايه ده ايه? اللي انا منقاطة ده ايه? عشان اقدر اعرف كام متر وحاسب الراجل الصنايع بتاع اول ما اول اللي اشتغل معاي. فهقول ايه? هقول كده المساحة مساحة 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 الحائط الكلية اللي يكن لها على بعضها. مالها? تساوي الطول في العرض تب يساوي الطول كام ستة والعرض كام اربعة. او الطول ف الارتفاع لو هو حائط لو كطعة ارض يعني كطعة ارض انا بص عليها بمسخط افق iş عندها طول فيها طول فيها عرض يبقى انا بحسب الطول في العرض. لو حائط زي ده مسلاً FELT انا طوله اربعة واارتفاعه سة متر احسيبو ازاي? بقول الطول في الارتفاع او الطول في العرض لو هو حائط يبقى بضرب ستة في اربعة يساوي الاربعة في ستة برضها وعشرين متر مربع ليه لان دي مساحة ده المساحة الكلية طيب بعد كده ده لو انا اديها كده رقم واحد يبقى رقم اتنين مساحة الباب تساوي برضه بنفس المنطق الطول في الارتفاع صح كده طوله كام اهو الطول بتاعه طول الفتحة دي واحد متر فتحة الباب في ارتفاعه اللي هو اتنين يساوي اتنين متر مربع طيب ده كده المساحة اللي هي ايه مساحة الباب مع مساحة الحائط كليا بما فيها الايه الباب طب انا عايز احسيمها بقى لوحدها فانا هقول ايه ايه اذا اذا صافي المساحة تساوي تمام كده هقول ايه تساوي المساحة الكلية المساحة الكلية مائز مساحة الباب يبقى تساوي المساحة الكلية عندي كام 24 متر ومساحة الباب كانت كام 200 يبقى 24 متر اطرح منهم الـ 200 يتفضل عندي 22 متر ده الصافي اللي انا هحاسب المقاول بتاعي عليه طيب طلعنا من الجزئية دي بقيها شباب مع بعض كده عرفت ان انا لما يكون عندي حائط مستطيل الشكل بحسب المستطيل بتاعه فبقوله مساحته عبارة عن الطول في الايه في العرب خلاص ده الجزئية دي سهلة يا مستر ويه تعلمناها في السنوات السابقة وعرفناها طيب ايه الجزئية او الاضافة بتاعتي في المثال ده الاضافة او الجزئية بتاعتي كانت في ان انا عندي جزء تمام كده محتاج ان انا اخصمه او انزله من المساحة الكلية بتاعت فبعمل ايه بجيب المساحة الكلية بتاعتي للشكل بتاعي اي امكان خائط او قطعة ارض واجيب المساحة اللي انا محتاج اخصمها او انزله وبدرب دي طولها في عرضها وبدرب دي طولها في عرضها وارجع بعد كده اطرح الاتنين من بعض عشان اطلع حاجة اسمها صافي الايه صافي المساح كده تمام يا شباب طب خلي بالك الجزئية دي انا ممكن اجيبها لك ازاي في الامتحان انا ممكن اجيب لك شكل وقولك الشكل الموضح امامك مساحته تسوي كذا ومحوته تسوي كذا صح ولا غلط ده حاجة او ممكن اقولك قطعة ارض مستطيلة الشكل طولها تمانية مت وعرضها اتنين مت احسب مساحتها يبقى اتنين في تمانية بكام بستاشر طب نصعبها شوية هقول قطعة ارض مساحتها نفس السؤالة هو اتنين في تمانية مت مستطيلة الشكل يتخللها يعني فيها في قلبها او في جزء جواها مربع الشكل مساحته وليكن مثلا اتنين في اتنين يبقى هنا خلي بالك بقى مش شرط ان يكون عند الشكل بما يلي بحسب في شكل مستطيل يكون اللي جواه مستطيل لا انا ممكن يكون عند الشكل مستطيل وجواه قطعة ارض مربعة صح كده او فتحة باب مربعة فتحة شباك مربعة يبقى انا ساعتها اعمل ايه هجيب مساحة المساطين اللي هو الشكل بتاعي بعد كده اجيب مساحة المربع اللي هو محتاج ان انا خصمه او انزله وخصم اللي اتنين بعد كده من بع يبقى قطعة الارض اللي انا في المثال قلتها طولها تمانية وعرضها اتنين او عرضها اربعة الاربعة في تمانية في اتنين وثلاثين متر وقطعة الارض اللي جواها اللي هي طولها اتنين متر وعرضها اتنين متر اللي هي مربعة الشكل اتنين في اتنين باربعة اخصمهم من اللي اتنين وثلاثين يبقى عندي كان تمانية وعشرين متر مربع صاف بقى انا كده عارفت الحالات بتاعة المستطيل نشوف مع بعض كده ونرجع نشوف مثال تاني هنا بيقول لي ايه ده كان التمرين الاولاني وعرفت ان المساحة خلاص المساحة الكلية خمستاشر متر مربع والمساحة مساحة الشكل اللي هيتخصم عندي كان اتنين متر وخصمت الخمستاشر من اللي اتنين يساوي تلاتاشر متر ايه مربع طيب مثال تاني بقى بشكل تاني اهو جالك اقول مربع زي ما انا قلت من شوية قطعة ارض مستطيلة او حائط مستطيل الشكل ممكن اتصادف الاقي فيه جواه حاجة مربعة يبقى اذا اللي انا قلته من شوية ماهو الشرط ان انا جبلك بما ان المسال بيتكلم عن المستطيل ان انا جبلك القطعة اللي بتتخلله او اللي هيتم خصمها تكون مستطيلة لا انا ممكن اكون مستطيلة وجواه ايه مربع مسلس ايا مكان الشكل يبقى انت بمختصر الكلام قبل ما نخش فيه في عملية الحل ونشوف اهو ده الشكل المستطيل بتاعي بشكل مختصر كده هقول ايه هجيب المساحة بتاعت الشكل اللي هو البن بتاعي ده او الغمي بتاعي ده اهو وبعد كده اجيب مساحة الشكل المربع بتاعي واخصم الاتنين من بعض عشان اجيب المساحة اللي هي باللون اللي هي اللي ظاهر عندي ده او تمام كده صافي المساحة دي طيب نشوف مع بعض بيقول لي شكل موضع عبارة عن حيط على شكل مستطيل ابعاده اربعة في تلاتة به اربعة في تلاتة متر به فتحة شباك على شكل ايه بقى المرة دي مربعه ابعاده واحد في واحد تمام المطلوب حساب حساب مساحة سطح هذا الحيط بدون فتحة الشباك جميل نشوف الحل بيقول لي ايه بقى مساحة سطح الحيط الكلية اللي هي المساحة كلها اهو كلها على بعضها بما فيها ليه المربع شباب يبقى المساحة كلها لو انت حسابته عليها يبقى كده شغلك هيكون شغل ايه خطأ وهتوقع نفسك فيه مبالغ مالية انت هتضطر انك انت تدفعها ليه لانك اديت لحد ما يستهلوش ازاي عشان هو الجزء ده ما اشتغلوش معاك او ما نفزوش فيه لانه ده جزء فارغ فاضي ده شباك راكب فيه شباك نجارة مثلا هو ما تعملش له عملية ايه البياض او عملية الدهنات طيب فبقول لي المساحة الكلية تساوي اربعة في ثلاثة يبقى ثلاثة في اربعة يساوي كام اتناشر مساحة اتناشر متر مربع مساحة سطح الشباك هتساوي او كان بيقول لي في المساحة متر في متر يبقى طول في الارتفاع أهو متر في متر النوم مربع خلاص أو طول الضلع في نفسه يبقى يساوي واحد متر مربع إذن هنا بيقول لي مثاحة سطح الحائط بدون فتحة الشباك يبقى الجزء الصافي الصافية اللي اتكلمنا عليها من شوية تساوي المساحة الكلية ناقص فتحة الشباك نشوفها مع بعضة كده المساحة سطح الحائط الكلية ناقص مساحة فتحة الشباك المساحة الكلية اللي هي كام 12 متر اهو ناقص مساحة الشباك اللي هي واحد متر ساوي حداشر متر مربع ولو ركزت المين برضو عليها ايه اتنين اهو متر مربع جميل كده طيب شوف اللي بعد مثال اربعة بيقول لي ايه بقى حجرة على شكل مستطيل ابعادها اربعة متر في خمسة متر طيب يراد عمل بلاط لقطعة الارض دي او للغرفة دي مربع الشكل طول ضلع البلاطة عشرين سنط يبقى البلاطة مربعة الشكل طول ضلعها كام عشرين سنط احسب عدد البلاط المستخدم يبقى انا عندي قطعة ارض او غرفة مستطيلة الشكل ابعادها خمسة في كما شباب في اربعة طيب هنا هو بيقول لي مساحة سطح الحجرة اربعة في خمسة يبقى لان طبعا انا خلاص للمبدأ ده احنا عدنا او جزئية دي انت عدتها خلاص اللي هو مساحة المستطيل لان الشكل عندي مستطيل حيكون الطول في العرض الطول خمسة والعرض كام اربعة اربعة في خمسة يساوي عشرين متر مربع طيب بعد كده بيقول لي هنا نحول طول ضلع البلاطة الواحدة من سنط الى مت بالقسم على كام على عشرين بالقسم على كام على مية عشان يحوله من سنط الى مت طيب جزئية دي محتاج توضيح وهنوضحها مع بعض كده بالورقة والايه والقلم نشوف مع بعض هو عندك هنا في المثال بتاعنا بيقول لي انه خمسة كام اهو قطعة الارض دي اربعة او الغرفة دي اربعة في خمسة متر اوضح اربعة في خمسة مساحية لو انت حسبت مساحية هتطلع كام عشرين متر مربع كميل ما فيش مشكلة طيب هو الراجل بقى انت لانك دي ممكن تقابلك انت في حياتك اليومية او في البيت عندك او في شغلك انت معرض انك انت هيجي عندك شغل بلاط اعمال بلاط بس انت محتاج انك انت اتبلط الغرفة دي او البلاط اللي موجود عندك متاع عندك البلاطة الواحدة عشرين سنتي في عشرين سنتي مربعة الشكل عشرين في كام في عشرين طيب يعني كده هتبقى البلاطة ايه يا شباب مربعة صح كده طيب محتاج ان انا احسب مساحتها بس خلي بالك بقى هنا فيه نقطة وهو ده الجزئية اللي انا بقلت لك عليها من شوية ان هيبقى عندي حاجة للطالب المتميز الطالب المتميز هو اللي هيقدر ياخد باله اننا البلاطة عندي بالسنتيمتر صح كده انما المساعة عندي بالايه بالمتر يبقى انت محتاج تعمل ايه هنا قبل ما تدخل في عملية الحسابات محتاج انك انت تتحول اهو تحويل البلاطة او مساحة البلاطة من سنتيمتر الى متر طيب ايه اللي هيتم هنا مش ملاحظوا ان انا بحول من الاصغر الى الاكبر يبقى من الاصغر وده جزئية طبعا محتاجينها الى الاكبر في المساحة او في المقاس بعمل ايه نقسم خلي بالك عشان هنحتاج الكلام ده بقسم بس هقسم على ايه انا بحول هنا من سنتيمتر الى متر صح كنا يبقى انا هنا هقسم على مية ليه لان زي انا قلتلك في بداية درسنا المساحية في مادة المساحة في اول العام الدراسي قلتلك ان انا لما المتر يساوي مية سنتيمتر مية سنتيمتر تمام كده المتر الواحد فيه مية سنتيمتر كويس يبقى اما تجي تحول من سنتيمتر من الاصغر الى الاكبر هقسم على مية يبقى انا بقول كده هو مساحة البلاطة او تحويل البلاطة كده هو او طول هقول طول البلاطة الاول بالايه طول البلاطة بس هحسبه بالايه هحسبه بيه المت بالمت يساوي اقول كده هون كام العشرين اللي هو عشرين سنتيمتر اقسمهم على مية يوساو كام? عشرين من مية. وهنا خلي بالك في مشكلة كبيرة بتقعوا فيها ابنها بيقعوا فيها ايه هي? دي عشرين من مية متر. معناها ايه? معناها عشرين عشرين من مية يعني مقارب لربع متر اهو. لكن لو انت بتحسب دي كده عشرين من مية. لكن لو انا بحسب وطلع وطلع عند الناتج عشرين وزيرو. علامة دي اسمها اتنين سنتي. تمام كده? في فرقة ما بين دي وبين دي. دي عشرين لكن دي اتنين. دي تت نطق. عشرين من مية دي تت نطق اتنين من مية. تمام كده? فبقى عارف الieriن من مية والعشرين من مية الفرقة ما بينهم ايه? تمام كده? لازم اكون عارف. طب خلاص انا حولت. وعرفت المساحة بتاعت. او مساحة المساحة البلاطة عندي? و لكن بل ايه? بيه. زي ما قلت من شوية بال ايه? بيلة متر بتاعي. طيب. عرفتهاน ايه طلعت عندي مية تطلع عشرين من مية وتبقى بالشكل دهو. طيب عشرين من مية يبقى المساحة تساوي عشرين من مية هضربها في كام? في اتنين صح? تساوي اربعة من مية. تمام كده يا شباب? اهو يبقى انا كده عند الجزئية دي وقفت ليه? لان انا كده عملت لك الاصعب والجزء الصعب فيه المثال ده وهو عملية التحويل. انت حولت من سنتيمتر الى متر واسمت على مية. طيب ايه المطلوب بعد كده? المطلوب اللي هو حضرتك هتكمله. وتبعته لنا الحل على رابط القناة. ايه هو المطلوب? انك انت تعمل عملية حساب للمساحة. وتعرفني الغرفة دي. اللي هي ابعادها اربعة في خمسة متر. لما استخدم فيها بلاط ابعاده عشرين في عشرين. محتاج احط او ابلط كام بلاطة او هيبها كام متر بلاط موجود داخل الغرفة دي. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ارجو لكم ان شاء الله بازن الله دوام التوفيق والسداد. دمتم في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.